اشتركوا في القناة وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضرككم في حلقة جديدة من تنزيه القرآن عن الأشباح والأوهام الحلقة دي أنا بعرض فيها فهمي لكتاب الأستاذ مصطفى سابت عن الجن كتاب دا كتبه في سلسلة تصحيح الأخطاء الشائعة جزاه الله أحسن الجزاء ونفعنا بعلم هذا الرجل ودلوقتي هنكمل إن شاء الله موضوع الجن في زمن سليمان عليه السلام ونبدأ بقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ومقصود بالجن هنا هم المهر من الجنود اللي كانوا بيقوموا بالمهام الخاصة ممكن يكونوا من سكان الجبال الأشداء أو فرقة الحرص الخاص من علية القوم وكل دول ممكن يطلق عليهم لفظ الجن لأن المهر من الناس بينظر وجودهم ولهذه الندرة بيغلب عليهم طبيعة الاستطار وعدم الظهور زي ما بيظهر عامة الناس يعني غير ما بيظهر عامة الناس وده بينطبق أيضا على السادة وعلية القوم فهم أيضا محتجبين وراء القصور والمناصب وما بيختلطوش بالناس عادة زي ما قلنا قبل كده كذلك ممكن إطلاق لفظ الجن على سكان الجبال الجبال لأنهم أيضا تغلب عليهم ظاهرة الاختفاء لعزلتهم عن الناس وعدم الاختلاط بيهم أما الطائر هنا فهم إما الرجال الروحانيين أو الفرق الخاصة المعروفة بسرعة تنفيذها للعمليات الصعبة وفي الحقيقة الموضوع المقصود بالطائر في الآية دي مش موضوعنا في الحلقات دي لأنها مش مكانه ممكن نتعرض لها في تفسير صورة النمل في حلقات أخرى إن شاء الله لكن ممكن حضراتكم تقرؤوا تفسير صورة النمل في التفسير الكبير المصلح المعود في المجلد السابع وهو موجود باللغة العربية على موقعنا في الإنترنت ده غير من المهندس هاني طهر شرح الموضوع بشكل جميل في حلقات مصورة وهي برضو موجودة على الموقع وبكده يتبقى أن المجموعة الثالثة والربعة من الآيات اللي تتحدث عن سليمان عليه السلام وعلاقته بالجن وتذكر المجموعة الثالثة من آيات صورة النمل لقصة ملكة سبق ومن غير ما نخش في تفاصيل هذه القصة واللي انتهت إليه فاللي همنا معالجته هنا هو رغبة سليمان أن يأتيه أحد بعرشها يقول الكتاب العزيز قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ومن كفر فإن ربي غني كريم ويمكن سوء الفهم اللي ارتبط بهذه الآيات الكريمة كان هو السبب الأكبر والأعظم في شيوع الأفكار الخاطئة عن الجن وقدراتهم الأسطورية اللي تفشت بين الناس والقصة باختصار شديد هي أنه وصل لسليمان عليه السلام أن فيه مملكة قوية من ممالك الجوار بتملكها امرأة ملكة قوية بتتميز بالحكمة والعقل وأوتيت من كل شيء إلا أن في المملكة دي كانوا بيسجدوا للشمس من دون الله وزي اللهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل الله فأراد سليمان أن يأمن شرهم وده بإنه يدعوهم للإيمان بالله الواحد القهار وبكده يكون أنقاذهم من براثن الشيطان وأمن شرهم أيضا فلا يعتدوا عليه خاصة أنهم قوم أقوياء نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وقررت الملكة زيارة سليمان عليه السلام في مملكته وكانت عرفت أنه بدأ يجهز جيش عظيم يضم جنود لا قبل لهم بها وأقاموا على طرف مملكته وكان من عادة الملوك في ذلك الزمن لما بيستقبلهم ملوك ضيوف عليهم عليهم أنهم يعملوا لهم عروش تريء بمكانته عشان كده سأل سليمان عليه السلام مستشاريه والعاملين في براثه قال يا أيها الملأ مين يقدر يصنع ليه العرش اللي هتجلس عليه الملكة حين استقبلها يعني مين يعدي ليه عرشها بشرط أن العمل فيه ينتهي قبل وصول الملكة فقال له أحد القادة المهرة اللي بيتميز بالزكاء والقوة قال عفريتم من الجن أنا أصنع لك قبل أن تنتقل من هذا المقام الذي تقيم فيه لما قال له قبل أن تقوم من مقامك واحد تاني بيتميز بغزارة العلوم اللي حصلها من الكتب قال الذي عنده علم من الكتاب قال له أنا أقدر أعد ليك قبل ما يعود الرسول اللي أرسلت ليهم من طرفك أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ولما تم إعداد العرش ورح سليمان عليه السلام يتفقد العمل اللي تم تنفيذه فلما رآه مستقرا عنده شكر الله تعالى على ما حباه من فضل وما أنعم عليه في ملكه من قوة وعظمة دي ببساطة شديدة قصة إعداد عرش الملكة اللي اختلف المفسرون في تقدمها وهنا ممكن البعض يتساءل طيب ليه ما نقبلش التفسير الشائع بين العامة من عامة الناس يعني وليه نعتبره أسطوري وخرافي هو ربنا مش قادر على كل شيء الحقيقة قضية أن الله قادر على كل شيء هي حق يراد به باطل صحيح الله قادر على كل شيء لكن ما علاقة قادر على كل شيء بالتفسير الخرافي اللي قال بيه بعض المفسرين السؤال اللي يجب تسئل هنا هل التفسير اللي قدمناه يتفق مع اللغة العربية اللي نزل بها القرآن الكريم ويتفق مع علاقات الأخرى في الكتاب العزيز ويتفق مع العقل والمنطق ولا لا فإذا ثبت أنه بيتفق لازم ناخد بيه ونقبله ولو ما اتفقش فلابد من تبين أوجه الخلاف لكن ما صحش يتقال أنه جيه في الحديث كذا وكذا أو أنه جيه في الأثر كذا وكذا نحن لا نفهم آيات القرآن المجيد بما يتفق مع ما جاء في الأحاديث لكن بنفهم الأحاديث بما يتفق مع ما جاء في القرآن المجيد وفي الآيات السابقة في بعض الكلمات بنختلف عن معناها بنختلف على معناها وهي كلمة يأتي في الجملة أيكم يأتيني بعرشها وجملة أنا أتيك به أيضا كلمة عفريت في الجملة عفريتهم من الجن وكمان جملة قبل أن تقوم من مقامك وجملة قبل أن يرتد إليك ترفق أول حاجة كلمة يأتي في الجملة أيكم يأتيني بعرشها وجملة أنا أتيك به اتفصلت الكلمة على أن قائلها أي أن كان هيذهب لمكان ما وهيجيب حاجة من هذا المكان اللي هو في هذه الحالة عرش الملكة والكلمة جات بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى عليه السلام علي السلام إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أي أن موسى عليه السلام رأى نار فأراد أن يذهب لمكان النار ويعود وقد أحضر معه قبسا منها لكن ده مش المعنى الوحيد للكلمة وهي لم تأتي في القرآن المجيد بهذا المعنى واحدة شفت حضراتكم أنا قلت لم تأتي ولم تأتي في القرآن المجيد بهذا المعنى واحدة والكلمة لم تذهب لمكان ما وما جابتش حاجة معها لكن أنا أصدت أن الكلمة لم تقع في القرآن المجيد بهذا المعنى واحدة وفي هذا يقول الكتاب العزيز وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها تأتوا البيوت يعني تدخلوا البيوت مش تروحوا المكان ما وترجعوا معاكم البيوت ولا يأتون البأس إلا قليلا لا يأتون البأس يعني ما يحضروش القتال ومش معناه يروحوا المكان ما ويرجعوا ومعاهم البأس أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها معناه أننا نؤثر في الأرض مش نروح لمكان ما ونرجعوا معنا الأرض والأمثلة كتير ويعرفها كويسة لتعود على قراءة القرآن الكريم وممكن البعض يعترضوا علينا دلوقتي ويقولوا أن إتيان شيء ما يختلف في معناه عن الإتيان بشيء ما فإتيان شيء ما يعني القيام بفعل عمل ما يعني بفعل شيء ما وأما الإتيان بشيء ما يعني الذهاب إلى مكان ما والعودة بذلك الشيء وحيث أن القرآن الكريم هو الحكم الفصل في هذه الأمور فلازم نرجع له يقول الله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين سورة الطور يعني فليقدموا حديث مثله مش يروح لمكان الماء ويرجعوا بحديث آية أخرى من يأتي من كن بفاحشة مبينة من يأتي من كن بفاحشة مبينة يعني من ترتكب الفاحشة ومش اللي تروح لمكان الماء وترجع ومعها الفاحشة آية أخرى فعصى الله أن يأتي بالفتح يأتي بالفتح يعني عصى الله أن يحقق الفتح مش يروح لمكان الماء ويرجع معاه الفتح دي مجرد أمثلة من الكثير اللي ذكر القرآن المجيد واضح أن فعل يأتي شيئا ما أو يأتي بشيء ما ما يعنيش بالضرورة الذهاب إلى مكان الماء والعودة بشيء ما وقولي تعالى أيكم يأتيني بعرشها يعني من منكم يصنع ليه عرشها من منكم يصنع ليه عرشها وأنا أأتيك به أنا أصنعه لك الكلمة التانية كلمة عفريت في الجملة عفريت ومن الجن كلمة عفريت مشتقة من الفعل عفرا فيقال عفراه أي غطاه بالطراب أو طرحاه أرضا ويقال عفراه أي أهانه وحطة من شأنه وتعني الكلمة في قواميس اللغة القوي القدير المتفوق في الزكاء والنشاط الرئيس ظلميول الشريرة المتعجرب بسبب الكبر والغطرصة من يمرغ أعداءه في الطراب طيب لما كان هذا الشخص من بلاط الملك فممكن ينطبق عليه المعنيين الأول والتاني أي القوي القدير والمتفوق في الزكاء والنشاط والقرآن المجيد بيؤيد هذا المعنى لما قال إني عليه لقوي أمين ولما كان من النادر أن تكتمع هذه الصفات في شخص ما أي أنه يكون قوي ويكون أيضا أمين لذلك وصف القرآن الكريم بأنه من الجن بسبب هذه النضرة اللي قل أن يراها الناس الأمر الثالث الجملة تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك المفسرين تصوروا أن عفرية من الجن الشبحي هيروح بسرعة البرق لمملكة سبق في اليمن عشان يسرق من هناك عرش الملكة ويأتي به إلى سليمان عليه السلام والعجيب أن اللي بيقولوا هذا التفسير الخاطئ بينسبوا أمر السرقة هذا إلى نبي كريم من أنبياء الله تعالى مدحوه الله وأثنى عليه في كتابه الكريم هل ما يعرفوش أن السرقة إثم عظيم لا يعليق بالصالحين من الناس العاديين فكيف يلصقون هذا الاسم بنبي من الأنبياء في منزل السليمان الحكيم وده من السرقة وبس ده عدوان صارخ على الدولة الأخرى والحاجة للدحك تبررهم للسرقة فبيقولوا أن سليمان عليه السلام أراده إبهار الملكة بقوته وعظمة ملكه عشان تؤمن معاه بالله تعالى طبعا ده بينم عن عقلية بسيطة يمكن كانت تليق بعقول العصور الوسطى لكنها ما تليقش أبدا بالعقول اللي بتعيش في عصر التفكير والتنوير عمر مكلم بهار بعظمة أو قوة ملك يكون سبب يخلي الإنسان يميل الإيمان بهذا الملك أو بدين هذا الملك بدليل أن معظم الأنبياء من بين عامة الناس ولو كلم بهار بعظمة الملك بيؤدي حتما للإيمان بدين أصحاب الملك والعظمة لآمن كل الناس من الشعوب المتخلفة النهاردة بدين أمريكا نتيجة الحققته من عظم وطفوق في كل المجالات علمية وعسكرية وغيرها المهم أن القيام ليس معناه دائما أن يهب المرء واقفا من مجلسه ونشوف القرآن بيقول إيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثاء الليل سورة المزامج يعني إنك بتتعبت مش معناه أن أنت هتفضل واقف أو تهب واقفا من مجلسك آية أخرى وأن تقوموا لليتامة بالقسط في سورة النساء تقوموا لليتامة يعني أن تلتزموا بالقسط والعدل في معاملة اليتامة ومش معناها تقوموا توقفوا لليتامة أما المقام فمش هو الكرسي أو العرش اللي بيجلس عليه لكن هو المكان اللي بيعيش أو بيقيم فيه لمدة قصرة أو طالة يقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يقصد المكان اللي كان بيقيم فيه مش الكرسي اللي كان بيقعد عليه آية أخرى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ومقام كريم يعني كم تركوا من مباني كريمة كانوا بيقيموا فيها ومش كراسي كانوا بيقعدوا عليه نستخلص من كده أن نستخلص من جملة قبل أن تقوم من مقامك هو قبل ما تنتقل من المكان اللي بتقيم فيه إلى مكان آخر هكذا أما الجملة قبل أن يرتد إليك طرفك جيت تعبير ده مرتين في القرآن الكريم مرة في الآية دي ومرة أخرى في سورة إبراهيم حيث وصف الله تعالى أحوال الكافرين لما يأخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار فيقول مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يعني أن أنظرهم تظل شخصة ونظراتهم تظل معلقة لا يملكون الالتفات ولا تحويلها عما تثبتت عليه ولكن كلمة طرف مش معناها دايما النظر فأطراف الإنسان هي أدوه رجليه أيضا وفي قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا فالتعبير ليقطع طرفا يعني ليقطع جزءا من الذين كفر يعني يهلكهم وفي اللغة يقول الشخص المرسل ده مش في اللغة كمان ده يعني في اللغة العمية وإحنا بنتكلم مع بعض كده لما واحد يبعت واحد بحاجة يقول له أنا من طرف فلان يعني أنا رسول فلان وأحيانا يكون الرسول عين للي أرسله فهو أيضا طرفه وده هو المعنى اللي اخترنا لكلمة طرف أو طرف في الجملة قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل ما يرجع إليك رسولك اللي أرسلته إليه خاصة لو رجعنا شفنا الآية السابقة مباشرة بتشير إلى بعث هذا الرسول إذا قلت سليمان عليه السلام لرسوله ارجع إليهم بيكلم رسوله ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود اللي قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون بيقول للرسول اللي هو الطرف أو الطرف وبكده تتضح الصورة كلها من غير مبلغات ولا خرافات فحاشة لكتاب الله أن يحتوي على تلك الخرافات الأسطورية اللي تصور بعض الناس حقيقة وجودها في فترة من الفترات وإحنا أضحنا من خلال آيات الكتاب العزيز نفسه من اللغة اللي نزل بها هذا الكتاب ومش من خلال قول فلان أو تفسير علان أن الشرح اللي قدمناه هو الشرح الصحيح اللي يتفق مع الكتاب ويتفق مع اللغة ويتفق مع العقل ويتفق مع وقاع الأمور مش مع الأساطير والخيالات واللي بيختلف معنا عليه أنه يتبع نفس المنهج والأسلوب ويبين لنا ما يؤيد رأيه من القرآن الكريم ومن اللغة العربية ويفند ما ذكرناه الحجة بالحجة والدليل بالدليل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور فاضي الآيات المجموعة الربعة حيث يقول الله تعالى ولسليمان الريح غضوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أما الجن اللي بيعمل بين يديه فيبدو أنهم مش بس المهر من العمال وحدهم بل يبدو أنهم كانوا مجموعتين المجموعة الأولى هما المهرة من عمال بني إسرائيل أما المجموعة الثانية هما من العمال الأسرة اللي كانوا بيعملوا وهم مقرنين في الأصفاد وإحنا عرفنا أن البعض من بني إسرائيل كانوا بيتأمروا على سليمان عليه السلام وأخذت بعض المجموعات السرية تعمل في الخفاء وقلنا أن تنظيم المسونية اللي بيقوم على السرية التامة في تركيبه الهرمي بدأ في عهد الملك سليمان وإن كتير من اللي قاموا اللي أقاموا هذا التنظيم السري كانوا من بين البنائين اللي كان بيستعملهم سليمان عليه السلام ومن هنا جاء اسم الماسونيين أي البنائين وبالطبع كان في هذا التنظيم السري خروج على أمر الله تعالى ولذلك يقول الله تعالى عن هؤلاء ومن يزغ منهم عن أمرنا نضقه من عذاب السعير والمراحة زينا أن الله تعالى بيقول من يزغ منهم عن أمرنا أي إن هؤلاء المتأمرين من بني إسرائيل كانوا بيعملوا على ما يخالف شريعة التوراة ومن هنا كان التهديد ليهم بعذاب السعير ولكن بطبيعة الحال ما كانش كل اللي بيعمل في البناء من هؤلاء المتأمرين فكان فيهم أيضا العمال المهرة اللي سخروا مواهبهم وملكاتهم للبناء وتأوية الدولة وإقامة المعبد اللي أراد سليمان أن يخصصوا يخصصوا لعبادة الله تعالى والدول الله عز وجل بيقول اعملوا آلة داودة شكرة اعملوا آلة داودة شكرة أرجو التأمر الملاحظة هنا أو الملاحظة هنا أنه رغم أن الله تعالى وصف هؤلاء بأنهم من الجن اللي بيعمل بينها دي سليمان عليه السلام لأنه قال عنهم أيضا أنهم من آلة داود وده بيأكد لخضراتكم أنهم مش من الجن الشبح الأسطوري كما هو شائع في مخيلس العامة من الناس وأنهم هم من بني إسرائيل من آلة داود من بني إسرائيل الصلحاء اللي وضعوا مهاراتهم وخدراتهم في خدمة سليمان عليه السلام ودي هي المجموعة الأولى من الجن من بني إسرائيل بشقايها الصالح اللي بيخدم الدولة والطالح اللي بيتآمر على الدولة أما المجموعة الثانية من الجن اللي كانوا بيؤدوا أعمالهم وهم مقيدون في الأغلال فكانت العادة استخدام الأسرة للقيام بأعمال السخرة ودول كانوا مصدر خطر دايما لكسرتهم العددية والضرورة وضعهم تحت المراقبة المستمرة ولما كان داود وسليمان على علم باللي بيتضبر ليه من مؤامرات فقد كان على حرص شديد فعملوا أنظمة صارمة تضمن سلامة الدولة من أعدائها في الداخل وفي الخارج ومن الطبيعي أن يكون ولي العهد وهو رحب عام ابن سليمان عليه السلام هو اللي بيعتمد عليه سليمان ويتسند عليه في رعاية أمور الدولة بعد وفاة سليمان عليه السلام تولى ابنه رحب عام شؤون الحب إلا أنه ما كانش في حنكة أبيه ولا في حكمته بل كان بيميل للعبس والانحلال فالكف حوالي مستشاره السوق اللي عزلوا عن أمور الرعاية بعد ما كذبوا ثقته وبذلك رحوا يجردوه من سلطاته بعد ما نجحوا في إخناعه بتفويد هذه السلطات ليهم وممرش وقت طويل حتى صاروا هم الحكام الحقيقي للدولة بينما الملك غرقان في ملازاته الأمر اللي أدى في النهاية إلى انهيار الإمبراطورية العظيمة اللي أقامها داود وسليمان عليهما السلام فبدأت الممالك اللي كان سليمان بيخضعها لحكمه في التمرض والثورة وفي النهاية أراد أراد الأسرة أن هم يقوموا بأعمال السخر في النهاية يعني عرف الأسرة أن الملك انتهى الأسرة اللي هم كانوا مكلفين بأعمال السخر أن ملك سليمان انتهى وأنهم لو كانوا على علم بموت سليمان ما كانوش فضله بملك سليمان النهار يعني ما كانوش هيفضله تحت هذا العذاب المهين فالآية بتقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابطوا الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن وأن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين فقلناها بالآية هو المقصود من معنى الآية لو ركزنا فيها اللاية الآية دي بترسم صورة جميلة رمزية باستخدام المجاز اللي بيكسب الأسلوب حلاوة وجمال رحب عام ابن سليمان اللي كان بيتكع عليه سليمان في أواخر أيامه فرعية شؤون الدولة كان بمثابة المنساء أي العصى اللي بيتكع عليها الإنسان في سيرو ودبت الأرض هم مستشار السوق اللي حاموا حوالين رحب عام وجردوه شيئا فشيئا من سلطات الملك وكأنهم بذلك كانوا بيكلوا تلك المنساء إلى أن خر الملك العظيم وانهار الصرح الكبير اللي أقامه سليمان عليه السلام والمثال العربي عندنا بيقول اللي خلف ما ماتش يعني من أنجب ولدا يحمل اسم أبيه ويستمر في أداء رسالته فكأن الأب ما ماتش بل ظل بحياة ابنه والعمال الأسرة فضلوا يعانوا من ألام وعذاب الأسر المهين وهم لا يدركوا وفاة سليمان وأدركوا حقيقة وفاةه بعد منهارت الدولة واتمردت الأمصار فاتمردوا هم أيضا إلى أن نالوا حريته ولما كان المجاز يحتمل الكثير من المعاني فممكن يكون فيه تفسير آخر لهذه الآية ممكن نفهم أن المنساء أو العصى اللي كان بيتكى عليها سليمان عليه السلام على أنها رمز لقوة الملك العظيم اللي كان سليمان بيعتمد عليه في إخضاع الممالك المعادية عشان يسيطر عليها وعلى الأسر المقرنين في الأصفات طبعا وبعد وفاته تولى ابنه رحب عام زمام الملك لكنه لم يتمسخ بالطق والصلاح وغرق في ملازاته مما أدى في النهاية إلى انهيار صرح الملك بأكمله فكان ابنه هذا رحب عام بمثابة دابة الأرض اللي أكلت ذلك الملك العظيم حتى خر ونهار لما يقول أكلت ذلك الملك أقصد الدابة اللي كانت المنساء ابنه رحب عام هنا هو الدابة والملك هو المنساء اللي مسنود عليها سليمان وفي الحقيقة التفسير الآخر أنا بمله أكتر المهم في كل الأحوال التفسير الساذج اللي أشرنا ليه فيما سبق عند الحديث عن آيات سورة سبق فيمكن يكون معقول في العصور الوسطى ما كانش غريب عليهم إنهم يتصوروا وقفوا سليمان عليه السلام وهو واقف رائب الجن اللي كان بيعمل بين يديه كده يقف سنة فيموت وهو واقف متكئ على العصر ويفضل كده واقف أمام الجن سنة والجن ما يعرفش بموته لأنهم ما كانواش يعلمه الغيب ولكن لما أخذت حشرات الأرض تاكل العصايا خر سليمان فأدركت الجن إنه مات ولعل غرابة القصة وعجاب أحداثها كانت بيسيطر على العقول فبتمنعها من التساؤل والتفكير حتى الاعتراض وإصارة الأسئلة لكن في حاجة مهمة نطلع منها من الآيات دي ويجب الإشارة إليها هي إن القرآن الكريم بيقول إن الجن لا يعلمون الغيب وياريت يعرف كده العامة من الناس فيبطلوا دفع أموالهم للدجالين والمشعوذين اللي بيدعوا تسخير الجن لاسترجاع المساغ المصروع أو لإخراج الأعمال والأحجبة وقتنا انتهى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته